بسم الله الرحمن الرحيم لدينا موضوع Transmission Line Solver سوف يتم استخدام برنامج الأكسل لحل هذه المسألة للمسألة برنامج الأكسل لحل هذه المسألة من خلال هذه المعطيات نقدر نجيب الفقرة الأولى اللي هي عبارة عن إيجاد Area Actual وال Velocity Actual أول شيء لازم نطلع الكيو الكيو هي عبارة عن الفوليوم مقسومة على التايم ومضروبة في 3600 للتحويل إلى Second راح تكون عندي واحدة مثل تكهيب وإذا قدرنا نطلع الكيو نقدر نطلع الأيريا الأيريا هي عبارة عن تقسيم 1.5 1.5 فليه السرعة المفروضة 1.5 3.5 3.5 3.5 خلال الأيريا نقدر نطلع الدياميتر ديمتر هو عبارة عن الأرمع مضروبة في الأيريا اللي حصلنا مقسومة على البي الكل 0.5 الوحدة راح تكون متر نقدر نطلع الدي أكتور ورح نقرب للأكبر 0.45 متر إذا الأيريا أكتور عبارة عن البي البي مضروبة في الدياميتر تنبيع ومقسم على أربعة وفي النهاية نقدر نطلع الديامستي أكتور تساوي مقسومة على الأيريا متر بير ساكن و متر تربية في المطلوب الثاني من المسألة إيجاد البومبينغ هد البومبينغ هد يساوي هستاتيك زائد سيجما اللوسس هستاتيك يساوي الديليفاري ماينوس السكشن رينوس نمبر يساوي الفي أكتور مضروبة في الدي مضروبة في عشرة غز ستة الكائز ما أعطاه الرفنس ما أعطاه فيه المسألة الـ من خلال معادلة سوام أنت جين قدرنا نطلع الـ 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 يساوي الثمانية مضروبة في الـ مضروبة في الـ مضروبة في المضروبة ل selecting على الباي تربية تربية ضرب الجي وأخيرا مضروبة في الدي اكتول وخص خمسة في نهاية نقدر أننا نجيب الـ H-Bump التي هي تساوي الـ H-Static زائدا الـ H-Friction زائدا الـ Local Losses يساوي 0.1 من الـ H-Friction المطلوب الثالث Draw the System Curve and Bump Curve وعطينا الجدول للـ Bump Curve وسنقوم بإيجاد نقاط على الـ Q ونقاط على الـ H-System من خلال هذا الجدول عندنا الـ Q ونقاط على الـ Q 0 يساوي الـ H-Static الـ Q يساوي يساوي من خلال هذا الجدول قمنا بإيجاد الـ Q بتحويلها إلى المتر تكعيب وإيجاد الـ Velocity وإيجاد Rhinus Number و الفركشن بمعادلة ووجدنا 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 بين الـ Q و الـ H ووجدنا ووجدنا الـ H بين H-Bump وH-System وفي النهاية من خلال الـ Bump Curve وال System Curve ووجدنا الـ Q Operating والـ H Operating والـ Eta من خلال معادلة الفور كاست وفي النهاية نريد إيجاد Total Annual Cost Total Annual Cost وهو C1 للبيبلاين C1 Annual هو عبارة عن C1 Capital مضروب في Recovery Factor 1 والC2 Annual وهو عبارة عن C2 Capital مضروب في Recovery Factor 2 والC3 للباور والC Total وهو مجموع C1 والC2 والC3 وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد